اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونقف مكتوفي الايدي بصدد محاسبة كل من كان طرفا في هذه المخالفات الجسيمة وقد انتشرت وحدات من القوات المسلحة الاردنية الباسلة الجيش العربي الآن ونحن نتحدث قبل قليل مثلما تكثفت وانتشرت وحدات من مديرية الامن العام وسيلقى كل من خالف القانون وكل من خالف حظر التجول وكل من تجاوز على القانون كائنا من يكون جزاؤه القانوني وفق المنظومة القانونية القائمة وتسارع الاحداث تغى على نتائج الانتخابات التي نتج عنها تراجع مقاعد النساء والاسلاميين وفوز ما يصل الى مائة وجه جديد في انتخابات لم تتخطى نسبة المشاركة فيها 30 في البيان بعد يومين من الفرز اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج انتخابات مجلس النواب الاردني التاسع عشر بفوز مائة نائب جديد و30 من برلمانات سابقة من ضمنهم 15 سيدة وفق نظام الحصص وخمس مرشحات عبر المنافسة عدد المقترعين مقارنة في 2016 بالتأكيد هو أكل مجلس النواب الحالي به 100 عضو جدد وهناك 30 عضو من الذين فازوا كان اما برلمانيا في البرلمان الثامن عشر او في البرلمانات التي سبقتها دليل على نية التغيير من قبل الناخبين نحو 29 في المائة هي نسبة الاقتراع هذا العام بانخفاض يقارب العشرة في المائة مقارنة بالانتخابات الماضية ورغم ذلك حمل الناخبون رغبتهم بالتغيير إلى صناديق الاقتراع بحثا عن وجوه جديدة علها تنجح في إعادة الثقة المفقودة بين الشارع والبرلمان هذا كان واضح ليس فقط على مستوى تغيير النواب والمائة نائب جديد لكن حتى على مستوى طبق الحزبية هناك كثير من الأسماء الحزبية العريقة التي اعتادت أن تحصل على المقاعد بشكل سهل والفوز السهل تراجعت بشكل كبير جدا كثير من القيادات التقليدية التي كانت تحصل على عشرات الألاف من أصوات أصبحت خارج اللعبة السياسية في هذا اليوم وباعتقادي في هذه الرسالة من المواطن الأردني رسالة سياسية في غاية الأهمية لكل مؤسسات الدولة بأنه يرغب بوجوه جديدة ودماء جديدة 48 حزبا شاركت في الانتخابات لم ينجح منها سوى 17 نائبا في الوصول إلى البرلمان نتائج عكس الضعف الأداء الحزبي في البلاد مئة نائب جديد في برلمان الأردن التاسع عشر وثلاثون من برلمانات سابقة انتخابات أفرزت تغيرا ملحوظا في توجهات الناخب الأردني لإيصال دماء جديدة إلى مقر السلطة التشريعية علهم ينجحون في إيجاد حلول لقضايا شائكة اقتصادية واجتماعية تعصف بالبلاد حيدر العبدالي الحرة عمان الدكتورة دانيال القرعان الأكاديمية والباحثة في الشؤون السياسية والبرلمانية وخالد الشقران رئيس مركز دراسات جريدة الرأي ضيفايا لهذه الفقرة أبدأ معك دكتورة ماذا تأخذين من الذي تشاهدينه انتخابات بإقبال ضعيف أقل من 30% وإطلاق نار ووجوه جديدة في البداية يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا على الاستضافة الرائعة على قناة الحرة الدولية أولا قبل الخوض في هذا الحديث في حديث الانتخابات النيابية ونسبة المشاركة الضعيفة للأسف وأقبال أبناء الشعب الأردني لسندق الاقتراع أولا جميعنا يدرك حجم التحديات الاقتصادية والتحديات الصحية والظروف بشكل عام التي تحيط بالأردن وتحيط بالمنطقة هذه التحديات الأسف التي تواجهنا جاءت تزامنا مع إجراء الانتخابات النيابية الاستحقاق الدستوري لكن نحن في الأردن دائما والحمد لله قادرين على مواجهة أقوى الظروف وأقوى الصعاب التي تحيط بنا منذ تأسيس الدولة الأردنية ونحن نواجه الصعاب ونواجه التحديات لكن كنا قادرين والحمد لله على تواجهها جميعا كنا قادرين على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للبناء والتقدم طبعا بفضل جميع الأجهزة والجهود المشتركة لكن في الدرجة الأولى كانت التوجيهات مستمدة من جلالة الملك اسمحي لي أرجوك هذا الكلام يصبح أن يكون بيانا رسميا دعينا نتكلم الآن عن الذي نشاهده في أرض الواقع عملية اطلاق النار واضح أن الملك غير راضي عن تصرفات بعض النواب أو أنصارهم بإطلاق النار الكثيف يعني عرضنا المشاهد قبل قليل كيف تعلقين على ذلك دكتورة نعم نعم هلأ أعلق على ذلك قانون الدفاع الذي تم فرضه في الأردن في الدولة الأردنية كان الهدف منه لكبح جماح جائحة كورونا فعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس كورونا وتم فرض قانون الدفاع جاء لأجل هذه الغاية وهي وقف انتشار فيروس كورونا ومنع الاختلاط ونقل العدوى بشكل كبير بين أبناء الشعب الأردني الآن في حال تم القضاء على فيروس كورونا سينتهي العمل بتفعيل قانون الدفاع الأردني أمر الدفاع رقم 11 كان واضح وصريح أنه هناك عقوبة مالية لكل من يخالف أي تعليمات من حيث التجمعات والاقتضادات الجماهيرية وعدم ارتداء الكمامة إلى آخره للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد ما شاهدناه مؤخرا من مظاهر هي تعبر نوعا ما عن الفرح لكن جاءت بطريقة غير تقليدية لو اقتصر الأمر فقط على عدم ارتداء الكمامات على مثل هكذا مظاهر فرع للأسف الشديد لكان أهوى ولكن هناك إطلاق نار كثيف تفضل سيد خالد نعم 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 قلت لك يعني علقت على كلام الدكتورة إنه إذا اقتصر الأمر فقط على مسألة عدم ارتداء الكمامة لكان أهوى من مسألة اطلاق النار الكثيف التي استدعت نزول الجيش والتي أغضبت الملك بعد الانتخابات يعني بالتأكيد سيدي الأردن الآن بمر فيما يتعلق من موضوع الجائحة بوضع صعب لدينا أعداد تتزايد وأعتقد أنه المنحن الوبائي الآن في أوجه في الأردن للأسف ترافق معه عدم التزام الناس في فترة الانتخابات النيابية عدم انتزام الناخبين والمؤيدين للمرشحين الذين كانوا يتوافدوا بكثرة رغم التحذيرات الحكومية رغم تواجد رجال الأمن المستمر ومحاولات الحكومة باستمرار توضيح مدى خطورة هذا الأمر للناس حتى المرشحين ملاحظ أنهم كانوا يحاولون أنهم يوقفوا هذه التجمعات لكن الناس ما كانت ملتزمة يمكن هذا بعود لأن الناس قلة الإدراك قصة المناطق النائية والبعيدة يعني مرة أخرى سيد الشكران قصتنا الرئيسية مسألة إطلاق النار الكثيف يعني لاحظ هذا الأمر مع الدكتورة قرعان وأيضا معك أنت هل ترفضاني تعليق على مسألة إطلاق النار هل لديك تعليق على مسألة إطلاق النار وإقالة وزير الناس هل لديك تعليق على نزول الجيش وغضب الملك من مسألة إطلاق النار الكثيف يمكنك أن لا تعدق إذا أردت سيدي بالتأكيد مسألة إطلاق النار أمر مرفوض قانونا أصبح الآن مرفوض عرفا أنا حقيقة كمراقب وكأعلامي أستغرب عودة مباهر إطلاق النار في المجتمع الأردني في هذه الانتخابات تحديدا حتى في المناسبات في الأعراس امتنعت معظم مكونات المجتمع عن إطلاق الأيارات النارية والتزمت بالقانون لخطورة هذا الأمر من الغريب حقيقة أن يعود هذا الأمر مجددا إلى المجتمع الأردني وفي هذه الفترة تحديدا بالتأكيد جلالة الملك عندما أعلن هو يحذر من ظاهر غريب تعود للمجتمع بعد انقطعها لفترة حقيقة بجالنا عديد من السنوات في الأردن لننشهد أطلاق النار في المناسبات أو في الأفراح أو في أي نوع من أنواع هذه الجمعات هذا يقودني لسؤال آخر هذا هذا يقودني إلى أسؤال آخر سيد الشقران شكرا على الإجابة أولا مسألة أن هذه الانتخابات وقبلها منتقدوها ومنتقدو القانون يرون أنها تخدم عشائر بعينها هي لديها المال لديها السلاح وتدعم جلالة الملك أو تدعم السلطة سيدي في كل الانتخابات نسمع هذه الانتقادات أنها موجهة للعشائر في الحقيقة مسألة الترشق بالقانون مفتوحة للجميع جميع الأحزاب كان أمامها فرصة الترشق لكن لا تنسى أن طبيعة المجتمع الأردني لا زالت مجتمع عشائري في المناطق خارج المدن الكبرى لكن في المدن الكبرى تجد بأن التي يغلب عليها الطابع المجتمع المدني تجد بأن الانتخابات تأخذ منحة مختلف بالتأكيد ثمة أصوات تقول بأن هذا يعود إلى التقسيم العشائري لكن هو ليس دقيقا مئة بالمئة بالتأكيد نحن في مجتمع لا زلنا يأغلب تبرر أن حصص النساء تراجعت حصص الإسلاميين أيضا تراجعت في البرلمان سيدي هذا أيضا يعود لثقافة المجتمع أنا يمكن في الأشهر القليل الماضي كنت منخرط في برنامج من الأمم المتحدة أصلا ومن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الأردن وتم تدريب المئات من السيدات على تجربة إدارة العملية الانتخابية وإدارة حاملات الانتخابية وترشح العدد المرشحات 368 أمرأة انسحب منهم ثمن نساء وواقية 360 أمرأة الأقلة النساء في المجلس يعود لطبيعة المجتمع بدرجة كبيرة وبالتالي هذا يحتاج مننا جميعا إلى المزيد من العمل لتعزيز فرص المرأة في أي انتخابات قادمة دعني أستمع للدكتورة القرعان في هذه النقطة دكتورة دانيلا مشاركة المرأة في هذه الانتخابات عفوا قلت لك دعني أستمع للدكتورة في مسألة حضوض المرأة ومشاركتها المرأة جميعنا تفضلي فيما يتعلق في دور المرأة في العمل السياسي وخصوصا في العمل الانتخابي والبرلماني نحن نعلم أن المرأة بدأت مؤخرا بالانخراط أكثر في العمل السياسي الانخراط أكثر في تمثيل نفسها أمام قبة البرلمان وتحت قبة البرلمان المرأة تعتبر شقائق الرجال هي ليست نصف المجتمع بل هي أصبحت المجتمع بأكمله فنلاحظ أنه على الرغم من بعض التحديات التي تواجه المرأة الأردنية من حيث النظرة المجتمعية للمرأة وتمثيل نفسها سياسيا أو برلمانيا أو بعض التحديات والظروف الاقتصادية التي واجهت المرأة الأردنية خصوصا فنلاحظ أن المرأة بدأت بالفترة الأخيرة بالانخراط أكثر في العمل السياسي بدأت في العمل أكثر تشتهد لنفسها أكثر حتى تمثل نفسها في العمل السياسي لكن للأسف للأسف الشديد لاحظنا مؤخرا في قانون الانتخاب الحالي والانتخابات التي أجريت قبل يومين أن النساء الأردنيات وإن نجح بعض منهم يتم النجح على أساس الكوطة النسائية النسب المخصص لها نتمنى في الأيام القادمة في الدورات القادمة أن يكون هناك فرص حقيقية للمرأة الأردنية بتمثيل نفسها على أساس التنافس يعني أن تقوم بتنافس المجال على المقال والقوائم والكتل شكرا لك في هذا القانون في القانون الانتخاب الحالي والانتخابات النيابية طيب خالد في كلمة أخيرة مئة وجه الجديد في البرلمان وجوه كانت ربما متواجدة لفترة طويلة وراسخة في أسهان السياسة الأردنية ما الذي يعنيه هذا وأيضا رجال أعمال يعني سيدي بالتأكيد الانتخابات أفرضت تقريبا ما يقارب بالمئة وجه جديد معظمهم من الشباب نحن نتحدث عن مئة وخمسطعش من الدكور خمسطعش من الإناث تقريبا ثمانية وتسعين في المئة عفوا ثمانية وتسعين شخص بين مرشحة ومرشحة نائب ونائبة من الجدد سبعة عشر من الأحزاب المختلفة وهي بالمناسبة أحزاب متنوعة أحزاب إسلامية أحزاب يسارية أحزاب وسط الوجه الغالب أنها من الشباب وبالتالي هذا يدعونا للتفائل بأن ربما سنشهد ممارسات سياسية جديدة ربما وربما قوة في المجلس البرلماني القادم شكرا جزيلا خاليد الشقران رئيس مركز دراسات جديدة الرأي والدكتورة دانيلا القراء شكرا لكم